لا يوجد فرق بين رياضي سليم الجسم ورياضي معاقل لأن كل هذه الرياضي التي وجدتها عندهم الصحي يدلوا أكثر وأكثر رغم العاقة تقدر تحديده وشرف الجسم من فروض يكون له تحفيز كثير فش يجعله دائما خالي من المشاكل لأنه عدم لله يعني الرياضي كان عنده مشاكل في ذلك ولم يشرح حق المردود ولم يشرح حق المستوى من فروض هذه المشاكل وهذه الأمور اللي يراعوها بالاعتبار ومنحوها ويخطوه في ظروف مناحة حتى تقليه يمكن يعني أي وسط تدريب التعوبة لشرف الجزيرة وننتأسف يعني معلش كان بعض الرياضيين على ربما قبل الجيل تعي كان موسى على سبيل ميزالي كان هو مولاكب كان أول رياضي يفوز بالميزال البرونزي في الربعة ثمانية ولم يقع كان عنده وحاج المعيشة التعوب وفنسى أموره أنا نظم من فروض هذا الرياضي حق المستوى عليه لازم تكون دراسة تخطي من مشوارهم الحياة بعد مشوارهم الرياضي لأن أصعب مرحلة هي بعد ما ينهو مشوارهم الرياضي هذه المرحلة الصعبة لأنها بعض الحالات القمة والنجمية ما يتعارش معاش الرياضي كيفاش يصير أموره في الحياة ولكن لازم نتمنى إن شاء الله تكون رعاية لها أنا في السمتين شغرياضيين يعني بهذا الصورة منتأثر كثير لأنه مرى رمز الأجيال الأجيال المفروض يكونوا في أحسن دورو